تمام؟ لكن في كل الأحوال خلينا أقول له حراركم الخبر العاجل ده قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تقديم شكوى عاجلة ده حالاً دلوقتي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب الظلم التحكيمي الذي يتعرض له الفريق الأول لكرة القدم في بطول الدورة الأبطال في السنوات الأخيرة هو فعلاً إحنا بقالنا كم سنة كده ده كل سنة لازم يحصل مشكلة بسبب الحكام يعني مش معقول ومشكلة مش في الحكام بس من الاتحاد مسؤولي اتحاد نفسه الاتحاد الأفريقي فاكرين موضوع أظهر وماتش الترجي؟ لسيما ما شاهدته مباراة الأمس أمام نادي النجم السحلي التونسي في ملعب رادس والتي ارتكب فيها الحاكم البوتسواني العديد من الأخطاء نسفت كل قواعد العدالة فعلاً وأثرت في نتيجة المباراة بشكل مباشر وعلني وكلف الكابتن محمود الخطيب الإدارات المعانية بالنادي بإعداد كافة المستندات التي تكشف عن الأخطاء التحكمية الواضحة وغير المقبولة في المباراة الأخيرة ده خبر رسمي من النادي الأهلي دلوقتي حالاً الأهلي خلاص قرر أنه هو يشتكي الحاكم للتحاد الأفريقي ومش عايزة يعني أنا أقول حاجة أملي بيها أو قرر أملي بيها حد يعني لكن في كلها حوالي إحنا هو ينفعل الشيك يتحضر أفريقيا لنفسه يشتكي الناس دول عاقق بالنسبة لنا وكأن الأهلي ده اتظلم بتواجده في قرية أفريق بصراحة وبدون أي تحيز ولا أي حاجة الأهلي فريق كبير جد بطولات عظيمة جد إمكانيات ينفعلها في أي حتة في الدنيا لما بيمر بظروف حلوة وظروف كويسة لكن بالطريقة دي الواحد بيزعل هي دي الكرة برافو يا بيب رمضان صبحي أهو ناحية الشمال والحاكم هو أهو بص بيتدلع هو بيجري واحدة واحدة كده ما شاء الله عليه يعني وفاول واضح وفي ديئة إيه في ديئة 92 والحاكم كان حاسب تاقيق ما عاشي زي برضه ورغم كمية اللعيبة اللي ويقعوا من نجم الساحلي ناس كتير المفروض دقيقة أكتر من كده انتقل حاجة خمس ست دقيق يعني المهم وفاول زي ده في حدود المنطقة في الحتة دي فرصة مميزة للأهل إنه ممكن يتعادل فرصة كويسة جدا قالك إيه ده ده مين اللي وقع ده هو والعب النجم الساحلي هو اللي في الأرض يا عم فكك اشتري دماغك فواضح إن فيه تعمد هم الناس عايزين كده مش بقولوا على التحاد الأفريكي الحاكم عشان برضه كلامنا يبقى واضح ليه لا كل الاحترام والتقدير لتحاد الأفريكي أهو كل الاحترام والتقدير لتحاد الأفريكي للكورت القادر لكن يا جماعة عاجوا مشاكلكم هو احنا هلقيها من التحاد المصر للكورت القادر والتحاد الأفريكي هنفضل كده لحد إمتى هلقيها من لجنة الحكام في التحاد المصر للكورت القادر ولا من لجنة الحكام في التحاد الأفريكي كابتال عصامة بفتاح بالمناسبة هو نائب رئيس لجنة الحكام في التحاد الأفريكي حاول يبقى ليك بصمة في التحاد الأفريكي بقى ترجمة نانسي قنقر